السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أعراض اقتراب موعد الولادة إليكم سبع علامات تدل على اقتراب الولادة 1. فرط الطاقة خلال شهرك الأخير قد ينتبك في أحد الأيام نشاطه حيوية وتحمص لترتيب المنزل أو أغراض المولود القادم تعرف هذه الحالة باسم غريزة الترتيب المتناسق يمكن أن تبدأ هذه الظاهرة في أي وقت خلال فترة الحمل لكن بالنسبة لبعض النساء فهي علامة على أن مرحلة المخاض قد اقتربت 2. الإسهال قد تعاني المرأة الحامل من الإسهال في أي وقت من فترة الحمل وذلك إما بسبب التغيرات في النظام الغذائي أو التغيرات الهرمونية عند اقتراب موعد الولادة قد يكون البراز إلى أكثر مرونة من المعتاد علامة على المخاض أنه على الأبواب 3. زيادة الإفرازات المهبلية تكون فتحة عنق الرحم مقفلة بمكونات مخاطية سميكة تمنع دخول البكتيريا إلى الرحم خلال فترة الحمل ومع وصول السلس الأخير من الحمل تدخل تلك المكونات في المهبل مما يؤدي إلى زيادة الإفرازات المهبلية وذلك قبل عدة أيام من بدء المخاض وتتسم هذه الإفرازات بلونها الصافي الوردي الذي قد يصحبه القليل من الدم 4. الشعور أن الطفل سقط للأسفل في حالات الحمل لأول مرة تشعر المرأة كما لو أن الطفل اتخذ وضعا منخفضا في حوضها وهذا يعني أن الطفل يتخذ وضعية رأس للأسفل استعدادا للولادة لكن عند النساء اللواتي سبق لهن الولادة قد لا يحدث ذلك حتى بدء المخاض 5. انفتاح عنق الرحم قد يتسع عنق الرحم وقد يصبح رقيقا ومتمددا قبل بضعة أسابيع من المخاض لكن قد تتجول بعض النساء مع التسع عنق الرحم دون الدخول في المخاض بغض النظر عن أنها علامة على اقتراب يوم الولادة 6. التقلصات أو عندما يبدأ ألم المخاض مع اقتراب نهاية الحمل تبدأ تقلصات الرحم في تحريك الطفل إلى موضع منخفض في قناة الولادة وفي النهاية تساعد الانقباضات على دفع الطفل إلى العالم إن المخاض الحقيقي يتضمن تقلصات منتظمة ومتواترة ومكسفة وتكون بصفة مستمرة مرتين كل عشر دقائق إلى أن تصبح عند اقتراب الولادة خمس انقباضات كل عشر دقائق عادة ما تبدأ التقلصات في ظهر المرأة ثم تأتي إلى الأمام وتصبح البطن صلبة وقاسية مثل كرة السلة ثم ترتخي 7. المخاض ينمو الطفل داخل كيس سائل يسمى الكيس الأمنيوسي في العادة عندما يحن وقت الولادة ينفجر الكيس ويخرج السائل الأمنيوسي عبر المهبل ومن المحتمل أن ينفجر الكيس أثناء المخاض كما يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل بدء المخاض إذا انفجر كيس الماء لديك بشكل طبيعي فقد تشعرين بتضفق بطيء أو تضفق مفاجئ للمياه لا يمكنك التحكم فيه للاستعداد للمخاض يمكنك الاحتفاظ بمنشافة صحية لكن ليست سدادة قطنية في متناول يدك إذا كنت ستخرجين في نهاية الفيديو ننوح أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زهارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت الأمر بلايك وكومنت وشاركوا فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر